صل على محمد صل على محمد وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيمة أما بعده فيا عباد الله اتقوا الله تعالى اتقوه حق تقاتل واهذروا من صخته وأليم عقابه واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا بامتثال أوامره والبعد عن معصيته فلقد حذركم سبحانه نفسه يقول أز من قائل ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير ألا يخاف العبد من ربه وخالكه وهو يخدم على ما هرم الله عليه وهو يعلم تهريم ذلك ويعلم أن الله مطلع عليه في سره وجهره أما يمنعه من اقتراب الحرام إيمانه وإسلامه أما يهول بينه وبين الفواهش يقينه وخوفه عباد الله إن من أعذم الفواهش فاهسة الزنا الفاهسة النكار الفاهسة الشنا الفاهسة التي تعالى ما كانت سببا لفساد الأديان وفساد الأخلاق وفساد الأنصاب التي هي سبب من أسباب فشر الأمراض والأسقام لقد هذر منها القرآن غاية التهدي وهذر منها البشير النذي يقول الله أز من قائل ولا تقرب الزنا إنه كان فاهشة وساء أسبيلا عباد الله قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مذلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مذلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تهجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك النصر رواه البخاري أيها الغمبيون ناصه إكوانكم المرمانين فإن الله منطلع عليهم لا يخفى عليهم حالون لا يخفى عليهم حال الظالمون والمظلومون وذكروهم بقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار واعلموا أن إجابة دعوة المظلوم وهسبغ قول النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم هذا دلالة على أن المظلوم يجوز له أن يدعو على الظالم قال صلى الله عليه وسلم في حديث المعاد واتقي دعوة المظلوم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث التويل واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله هجاب وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم هنا يفتر ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح له أبواب السماء ويقول الرب عز من قائل وعزتي لأنصرنك ولو بعدهين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسف السوء أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا بسم الله أمن يجيب المسلمين من كل ذنب وخطيئة 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 يجيب المسلمين من كل الذنب وكثيرo أو هر روuccاءة أو يجيب المسلمين من كله وذرعين من كل ذنب وخطيئة وعزتي اللوم من كل ذنب وخطيئة هو أمن يجيب المسلمين من كل ذنب اشتركوا في القناة 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 الكلبنا على فيه على جل وعلا و جينا نين على يا حرام يندي ويأكي سبب وطي ممسي مو دندين ودن باقل ونكو جينا للم مرتبة سبنج وطي جنوب ولي بينا ورما كبيري ناتا كي لكي ياني ننكا كي ناتا كي صلى الله عليه وسلم أكايا يا رسول الله أي الذنب أعظم أكايا تعالى لكي جنوب جمال وقت جنوب ولي بيتي كي لكي يكو أن تجعلا لله ندلا وهو خلقا يفلوك على المي يددا يفاما مي يددا يبا مي يددا مو مي يددا يفلوك على يكو ننو على مفلان نتي جنوب تكرين جنوب دو مي يكا فلaka فألما يكايا وكولا يا رسول الله خالا أنتاك تول والدك خسية الفاق جنوب وفلان جو ومي وراتا بيتي نمو تفلوك على ممكن يدلوفا يكو ننك ملا ناسي يكو نتابا لندلول يكو كي لا يجنوب سبا نعمونتي أكو أنتزني بحليل تزاري يفتووك يبركنتي يكو يسينيو لماسولا جنوب ولي موتي كي لا يماتي هدية دوكو نو أكو موية ينوكي ينطاو موسطاو وَلَبَرَاجَوْتَوْتَوْتَوْ Gordon ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ورضى عن كلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر ووثمان وعلي وأن بقية أصحاب نبيك وعنماه بمنلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم تهير أعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وآيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وماتك في الصدور برحمتك يا أرحم الراهمين اللهم بارك لنا في آبائنا وبارك لنا في أمهاتنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا اللهم جاءنا مباركين أينما قلنا برحمتك يا أرحم الراهمين وقوموا إلى صلاتكم يا أرحمكم الله